موسيقى موسيقى أهلا أحب أنا مشاهدينا في كل مكان حديثنا في هذه الحلقة موضوع في غاية الأهمية موضوع يتعلق بشخصية وبهوية يسوع المسيح سأل يسوع المسيح هذا السؤال المهم المسيح أو يسوع المسيح ابن من هو هل هو ابن الله هل هو ابن الإنسان هل هو ابن إبراهيم هل هو ابن داود هل هو ابن العلي هل هو ابن النجار هل هو ابن مريم على هذه الأسئلة رح يدور حديثنا في هذه الحلقة طبعا مشاهدينا على البث المباشر على القناة الفضائية قناة الحياة فيكو أيضا تشوفونا على الصفحة كمان بث مباشر على الفيسبوك وكالمعتاد منحب نسمع تعليقاتكو واستفساراتك وسألاتكو ولا ربما البعض منها ممكن نجيب عليها خلال حديثنا في هذه الحلقة ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل أهلا أحبائنا مشاهدينا مرة أخرى حديثنا عن هوية يسوع ابن من هو يصر أن أستضيف إلى البرنامج إلى ستوديو نور لجميع الأمم في برنامج البث المباشر ليكن نور هو أخ وضيف ورجل الله مش غريب عنكو كان عدة مرات وطبعا بتشاهدوا على القنوات الفضائية الأخ عياد ظريف أهلا وسهلا أخ عياد أهلا محضرتك أسيس نظار وأهلا بكل المشاهدين في كل مكان نحن كتير فرحانين أنك تكون معنا نشوفك على البرامج ربني باركك ويستخدمك أكثر وأكثر لمجد اسمه آمين لمجد الرب ربي بارك طبعا هو السؤال يسأل من الكاثرين والشيء العجيب أن يسوع نفسه وجه هذا السؤال وبعد إذنك إذا ممكن أقرأ يعني إيه الرب يسوع سأل وهذه الفئة أو هذه الجماعة هي جماعة الفرسيين جماعة من اليهود المتدينين متدينة اسمهم الفرسيون أو المنفصلون جماعة مدققين بالنموس بشريعة موسى في آية 41 من بشارة متة في الإنجيل المقدس وفيما كان الفرسيون مجتمعين سألهم يسوع قائلا ماذا تظنون في المسيح ابن من هو قالوا له ابن داود قال لهم فكيف يدعوه داود بالروح ربا قائلا قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدمي فإن كان داود يدعوه ربا فكيف يكون ابنه فلم يستطع أحد أن يجيبه بكلمة ومن ذلك اليوم لم يشسر أحد أن يسأله بتة هذا السؤال من يسوع كان موجه للفرسيين المتشككين بدعوة يسوع على أساس أنه هو معلم من الجليل واقتحم صفوف الفرسيين والصدقيين في أور شليم وطبعا يعني كانوا مستغربين في هوية هذا الإنسان فهم يسوع وجه هذا السؤال مرة تاني بردو بعد إذنك في قيصرية فليبوس في الشمال أقصى الشمال سأل يسوع التلاميذ في قيصرية فليبوس من يقول الناس إني أنا ابن الإنسان أجابه طبعا عدة أجوبة واحد من الأنبياء أرمي يحنى إلى آخره بعدين نوجه السؤال مباشرة وأنتم من تقولون إني أنا طبعا بطرس قفز وقال أنت هو المسيح ابن الله الحي أجاب يسوع وقال له طوب لك يا سمعان بنيونة إن لحما ودما لم يعلن لك لكن أبي الذي في السمعان فهنا السؤال من يسوع موجه لجماعة اليهود المتدينين والسؤال التاني كان موجه للتلاميذ بحيث يفهم عن هويته فما ردك في هذا الموضوع أشكرك لأجل الإشارة إلى هذين الموضعين في الكتاب سواء كان في الجليل أو في قيصرية فليبوس أو في أوروشاليم لأن الحقيقة بيأخذ ذهننا إلى طريقة حوار المسيح مع الشعب كان المسيح يعلم الشعب وكانت حواراته تتنوع ما بين تعليم مباشر وأحيانا طرح الأسئلة وكان أسلوب طرح الأسئلة عند المسيح ليس سؤالا استفهاميا فالمسيح لو كل المجد يعلم كل شيء لكن كان المسيح يستخدم أسلوب طرح الأسئلة اللي أقدر أسميه طرح أسلوب استدراجي استدراجي يعني عايز يعمل تشوك في ذهن المستمع عشان يسحبه ناحية الإيريا اللي هو عايز يتكلم فيها ويوقفه قدام نفسه السؤال والجواب استخرج الجواب منه شخص حتى إن لم يستخرج الجواب منه يشعره بضحالة تعليمه أمام الحقيقة يعني لو رحت إلى أوروشاليم بكلم الفرسيين المسيح يكلم الفرسيين الفرسيين أضيق مذهب ديني عند اليهود والمفروض أكثر مذهب ديني متمسك بالطورة متمسك بأصفار الشريعة فالرب سحابهم بهذا السؤال ماذا تظنون في المسيح ابن من هو وأراد أن يذهب معهم إلى ما قالته أصفار العهد القديم وبالتحديد سفر المزامير مزمور 110 اللي هم كفرسيين بيئروه ويقول في مزمور 110 كيف يدعوه ربا وهو ابنه إن كان ابنه فكيف يدعوه ربا علشان يوصل الفرسيين إلى هذه الحقيقة أنكم تقرؤون التوراة وتقرؤون الأصفار ولا تعلمون ما يدور في الأصفار الإعلان الإلهي واضح في مزمور 110 أن المسيح هو رب داود وابن داود بس أنتم تقرؤوا ما عندكوش أي خبر قال قال الرب لربي قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك موطئا لقدمك فأسلوب المسيح في طرح الأسئلة كان أسلوبا حكيما بطريقة فزة علشان يستدرجهم علشان يكشفهم علشان يأخذ الإجابة من جواهم مما بين أيديهم وأعتقد دا سؤال مطروح أمام الكل كل واحد ممكن يقرأ الكتاب ويعرف من هو المسيح في قيصرية فلبوس على ذات الشاكلة الرب قال من يقول للناس إن أنا ابن الإنسان وجاءت إجابات كثيرة معظمها نصفها السليم لكن تنتقص فالمسيح هو نبي المسيح ليس هو يوحن المعمدان ليس هو أرمية لكن كانت هناك إجابة أتت من قبل الآب بإعلان لبطرس لما قاله أنت هو المسيح ابن الله الحي وده بحطينه قدام حقيقة قد تأتي إجابات كثيرة تعظم المسيح أنه نبي عظيم أنه مصلع عظيم أنه مقدام أنه معلم الأجيال أنه 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 أو عبد الله ورسوله لكن كل هذه الإجابات منقوصة إن لم يكن الإعلان الإلهي الواضح أنت هو المسيح ابن الله الحي فالسؤالين بحطينه قدام طريق الطرح المسيح للأسئلة التي تستدرج السامع لكيما تكون هناك إجابة وحيدة كافية لمن هو المسيح هو إحنا طبعا رح ندخل يعني في الشرح عن كل عن كل يعني اسم أو كل معنى أو حقيقة عن يسوع المسيح ولكن البعض يظن يعني وبستغرب من الموضوع أنه اعتبروا أنه المسيح عم بيتهرب من الجواب أنه يعني ما جوابش بشكل مباشر أيوة أنه أنا ابن داود مع أنه إحنا بنعرف أنه مرارا وتكرارا سواء في العهد القديم أو العهد الجديد بعبر عن هوية يسوع كابن داود فما ردك على الذين يزعمون أنه عم بيتهرب من الجواب يعني من ينتزع الآية من صياقها عشان يبنى عليها هذا الوهم أعتبر وهم لكن تتبع القرينة الكتابية في النص سواء الآيات السابقة أو اللاحقة يعرف أن المسيح لم يكن هو الهارب من أي أسئلة فكان هو السائل دائما يعني المسيح لما يسأل فهو يمسك بزمام الحوار علشان يظهر ضحالاتهم التعليمية وعدم تمكنهم من الإجابة وهو يعطي الإجابة الكتاب المقدس وحدة واحدة فالسؤال الذي سأله المسيح في قيصرية فلوب في أرشاليم في متة 22 إجابته كانت واضحة جلية في رؤية 22 أنا يسوع أرسلت ملاكي أنا أصل وذرية داود إذن الإجابة عند المسيح لم يكن المسيح يتهرب هذا بالإضافة إلى تعليم المسيح وأعمال المسيح المعجزية برهنت أنه هو ذرية داود أنه هو الوريث الشرعي العرش داود أنه يعني لما تصرخ إليه المرأة الكنعانية وتقوله يابن داود الحمني لم يصرخ إليه برتاوث الأعمى يا ابن داود الحمني المسيح لم يون في أنه ابن داود إطلاقا ولم يصحح المعلومة للسائل لكن إطلاقا كان المسيح يضيف البعد الآخر أنه ليس فقط ابن داود لكن هو كمان رب داود أو أصل داود وطبعا في لوقة الصحاح الأول جواب الملاك اللي هو تعبير عن وعد الله في العهد القديم أنه المسيح سيكون ابن داود وأنه سيجلس على كرسي داود ويملك إلى الأبد وده يفسر لنا ما معنى كلمة ابن داود إذا حبينا نفضل يعني نعمل تمايز بين هذه الأسماء يعني إحنا بنقول المسيح هو هو ابن داود ولا ابن إبراهيم ولا ابن الإنسان ولا ابن الله هو كل هذه الألقاب مجتمعة نعم لكن كل لقب من هذه الألقاب وكل اسم من هذه الأسماء له دوره واستخدامه المسيح هو ابن داود في علاقته بالأمة اليهودية وخراف بيت إسرائيل وعرش داود الملك فهذه علاقة المسيح بهذه الأمة مش كل الأمم إحنا محتاجين نوضح الموضوع أكتر أخياد لأنه فيه للأسف كتير يعني بالذات مع الحروب اللي عم بتدور في الشرق الأوسط ولسيما موضوع إسرائيل وموضوع غزة وكل هذه الموضوع السياسية فالناس عم تخلط في الموضوع من ناحية سياسية ولكن إحنا حديثنا من الكتاب المقرس نشرح الكتاب فحلو أنه نشرح الموضوع يعني نحن نشرح الآن القابل المسيح في الكتاب المقدس من الكتاب المقدس ونفهم من معنى هذا اللقب إيه يعني لما الملاك زي ما حدثك أشارت في لوقا واحد يقول القديسة العزرى مريم هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى إذن هو ابن العلي ويعطيه السيد كرسي داود أبيه فيجلس على بيت يعقوب إلى الأبد يملك على بيت يعقوب إلى الأبد يبقى معنى كلمة ابن داود يعني يملك على بيت يعقوب فابن داود يعني علاقته بالأمة اليهودية الملك فيها كان داود والكرسي يسمى كرسي داود فيملك على بيت يعقوب إلى الأبد فلما أقول المسيح ابن داود يعني في علاقته بعرش داود الملك وبالأمة اليهودية التي كان عرش داود هو السنتر لهذه الأمة طبعا عرش داود خلا عرش داود خلا عندما أخذ آخر واحد من سلالة داود وهو صدقية الملك إلى السبي البابلي وبدأت أزمنة الأمم إلى أن يأتي المسيح ويتأل عنه يعطيه السيد كرسي داود أبي متى واحد يقدم لنا بعض آخر أوضح يقول كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم ويستخدم متى الطرح من أصفار العهد القديم لأنه يكتب إلى اليهود فيبرهن لليهود أن المسيح المولود في بيت لحم هو ذات الوريث الشرعي لعرش داود الملك فيرجع سلسلة النسب إلى داود عبر سليمان كما في لوقة يرجع سلسلة النسب إلى داود عبر ناثان لكيما يؤكد أن المسيح هو الوريث الشرعي لعرش داود والمسيح لما كان بيتكلم من النسل الملكي والمسيح في إرسلياته الأولى للتلاميذ كان بيقولهم إلى طريق أمم لا تمضوا إلى قرية للسامرين لا تذهبوا بل بالحار تذهبون إلى خراف بيت إسرائيل الضالة لأن كانت الإرسالية لبيت داود ولبيت عقوب عندما رفضت هذه الأمة توجه المسيح بالبشارة إلى كل العالم اذهبوا وتلمذه جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس يبقى لما الكتاب يقول عنه هو ابن داود يعني على عرش داود يعني له الحق أن يسود على بيت داود أو يقيم خيمة داود الساقطة كما ذكر عموس تسعة وكما ذكر يعقوب في تعليقه في مجمع أرشالين في أعمال خمستاشر يقيم خيمة داود الساقطة مملكة داودة التي سقطت بالسابي البابلي سيقيمها المسيح فهو ابن داود الحقيقي ده معنى كلمة ابن داود الشرعي كمان بحسب مفهوم اليهود كانوا بينتظروا مسيح لازم يكون المسيح بحسب نبوات العهد القديم ولازم يكون ابن داود طبعا تمام بحسب الكتاب المقدس هذا هو معنى كلمة ابن داود طبعا هو ابن داود طبعا لكن كمان هو ابن الإنسان وهو ابن إبراهيم إذا حبيت نوضح يعني ابن إبراهيم نوضح ابن إبراهيم لأنه في السياق الحديث ابن داود ابن إبراهيم مع أنه في فترة زمنية بين داود وبين إبراهيم يعني ما التواحد يقول لنا كتاب وميلاد يسوع المسيح ابن داود لكن يكمل ابن إبراهيم لماذا اختار داود واختار إبراهيم لأن هناك وعدان أو عهدان من ضمن العهود الكتابية صد العهد الداودي والعهد الآخر يسمى العهد الإبراهيمي العهد الداودي أن الرب سيأخذ من ذرية داود ابن يجلس على عرش المملكة المسيح هو هذا الابن الذي سيجلس على عرش المملكة لكن العهد الإبراهيمي كان قطع الرب مع إبراهيم قبل إصحاء ما يجي وقبل الأمة ما تيجي من يعقوب وهو عهد بالميراث والأرض والميراث والأرض لكي ما تتبارك في نسل إبراهيم مش أمة إسرائيل فقط لكن جميع أمم الأرض كان الوعد الإبراهيمي لإبراهيم أن الرب هيدي لك الأرض وتتبارك في نسلك جميع قبائل الأرض إذا حبيت أبسطها للمشاهدة أقول المسيح ابن داود في علاقته بأمة واحدة هي أمة إسرائيل المسيح ابن إبراهيم في علاقته بكل أمم الأرض ففي المسيح تتبارك جميع قبائل الأرض ولأنه هو ابن إبراهيم فقد أعطى المجال للمرأة الكنعانية الفنقية التي خارج دائرة إسرائيل أن تأخذ مطلبها من تجاه ابنتها ومدح إيمانها أكثر من إسرائيل جات له الأول تقوله ارحمني يا سيد يا ابن داود رد عليها رد البعض بيعصر فيه ويتعصر فيه ليس حسن أن يأخذ خبز البنين ويطرح للكلاب المسيح لا يرفضها لكن عايزة حطها قدام زي الأسئلة اللي بنقولها الاستدراجية إن أتيت إلي باعتبار ابن داود أنت أممية ملكيش حق فيه وعم بيكلم التلاميذ اللي بيسمعوه لأن هذا القول الشائع من اليهود على الكنعانيين الأمم لكن لأن المسيح ليس فقط ابن داود للأمة اليهودية لكن فيه ستتبارك جميع قبائل الأرض وأمم الأرض فأعطاها ما أرادته فالمسيح هو ابن داود في علاقته بإسرائيل فابن إبراهيم في علاقته بكل الأمم طبعا مثل ما تكلم الرسول بولوس لكنيسة غلاطية في نسلكة وليس الأنسال يعني بالجمع أي في المسيح يسر تمام غلاطية ثلاثة ستة عشر نعم فإحنا رح نكمل أخ عياد لك بحب أعطي فرصة إذا عندك أي سؤال أو أي مداخلة طبعا في مجال منرحب في أسئلتك سأعود بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر مع الآخ عياد ظريف طبعا حدثنا عن يسوع ابن داود ابن إبراهيم وكان شرح نشكر رب من أجله أنا عاوز طبعا ندخل في محور الموضوع ابن الإنسان ابن الله ولكن برضو إذا بعد إذنك ممكن في مرقص إصحاح ستة من أين لهذا هذه وما هذه الحكمة التي أعطيت له حتى تجري على يديه قوات مثل هذه أليس هذا هو النجار ابن مريم وطبعا المسيح بيتكلم ليس نبي بلا كرامة إلا في وطنه وبين أقربائه وفي بيته وفي إنجيل لوقة بيتكلم عن برضو بنفس بنفس الأسلوب أليس النجار ابن يوسف وهنا ابن مريم إذا ممكن نوضح الفكرة ابن النجار ابن يوسف أو ابن مريم طبعا هذا الكلام لا يعتبر إعلانا إلهيا من الله عن من هو المسيح لكن درأي الناس فيه الناس الذين عثروا وبطريقة يعني بصراحة ساخرة أو رأي الناس فيه كعادتهم وهم يتهكمون عليه هم رأوا حكمته ورأوا أعماله ورأوا كلامه فاستغربوا ومعجزاته ومعجزاته فقالوا من أين لهذا من أين لهذا هذا التعليم من أين لهذا هذه القوة نحن عارفين وهذا ابن ابن الناصر وكمان هم عندهم عثرة أخرى أن المسيح لم يذهب إلى أي مدارس يعني يهودية ليتعلم منها التعليم اللي هو يطلع به ربا يهودي وبالتالي هم بيقولوا جاب من أين الكلام ده إحنا عارفينه ده نجار ابن نجار وأمه تدعى مريم وقالوا عليه ابن مريم فهذا مصطلح أطلقوا عليه للسخرية من المسيح وللتقليل من شخصية المسيح ومن هوية المسيح لكن أعتقد البعض تأثر بهذا الفكر عندما يزدهرون بالمسيح ويطلقوا عليه أي كلام لا يليق لكن حتى كلمة ابن مريم لا تنطلق أو لا تنطبق على المسيح المسيح اختر له الكتاب كلمة مرتبطة بمريم اسمها نسل المرأة نسل المرأة الذي يصحق رأس الحي فاسمه نسل المرأة وفي غلطي أربعة أربعة أرسل الله ابنه مولودا من امرأة لكن ابن من ما تتقلش في الكتاب مطلقا كتصريح إلهي أن المسيح هو ابن مريم لكن ده يا إيمان انتساب الله ان المسيح إلى الله بيعتبره ابن العلي أو ابن الله أو ابن داوزة ما سمعنا أو ابن إبراهيم أو ابن الإنسان للأسف أخي حتى يومنا هذا يعني حتى في اللغة العبرية يعني ما بيحبوا يذكر كلمة يسوع بيحزفوا حرف الأخير على أساس يمحى ذكره واسمه يقللوا من قيمة يسوع أنه ابن مريم يعني ابن غير شرعي للأسف وكثير مننا اللي بيطلق على أنه ابن مريم لا يدرك أنه هي إهانة للمسيحيين من غير ما يعرفون يعني أقدس اسمي يقال عن شخص المسيح في إنسانياته زي من الكتاب قال عنه نسل المرأة ولماذا قيل عنه نسل المرأة علشان يجنب تماما أي انتساب بشري لأي أبن يعني جاءنا بدون زرع بشر هو الوحيدة لدي جاءنا من امرأة أرسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت لا دخل للإنسان في استحضار المسيح بل هو أتى إلى العالم من تلقاء ذاته بإرادته عن طريق رحم القديس العزراء مريم حتى في الكولتشر بتبعنا لما بتقول واحد ابن ست يعني تعتبر إهاني يعني على أساس أنه الطفل بيتبع الأب وين تمام الأب والأم فهو الكتاب يقول عنه نسل المرأة ويقول الكتاب عنه أرسل الله ابنه مولودا من امرأة لكن لا ينسب المسيح لإسمه محدد يقول ابن مريم لكن هذه جاءت على لسان المعتردين على المسيح معتردين وأيضا ساخرين لأنه الفكرة يعني عم بيستهزئه في هوية يسوع وطبعا أليس هذا ابن النجار عم بيحتقره يعني مع أنه بحسب الربايز أنه كل واحد لازم يكون عنده صنعة يعني يعني بحسب التقليد اليهود أنا بتكلم ومع هذا عم بهينه شخصية المسيح تمام لأنه يعني نعلم من خلال التاريخ أن يوسف النجار كان طبعا مهنة النجار لكن الأسرة كانت فقيرة بالرغم من أنه سلالة داود الملك لكن كانت أسرة فقيرة فربما حتى كان عمله في النجار عمل متواضع على قد لأن في تقديمة الفقراء اللي أدموها لما ذهبوا بالصب يسوع أدموا فرخي الحمام تقديمة الفقراء فعايزين يقولوا حتى ابن النجار المهنة البسيطة وأقل لفل في النجار الفقراء اللي ما عندهمش يعني مشاريع ضخمة يفتحوا بيها مشروع طيب خلينا معناته بهاي المرحلة الجاي نركز على شيء مهم ابن الله وبعدين بعتقد عاوز ناخد كمان فترة أطول في موضوع ابن الإنسان طبعا موضوع ابن الله نهاجم مرارا وتكرارا انت خادم وخادم معروف وبتعمل برامج دفاعيات وبتكتب وبتتكلم وهذا السؤال دائما بيتكرر منجاوب عليه بيرجع بيتكرر منجاوب عليه بيرجع بيتكرر منجاوب عليه ويعني في حرب ولسيما في هوية يسوع في هذا أو إذا هذا الموضوع فإذا ممكن توضح لنا فكرة يسوع ابن الله ما هو المقصود يعني أنا أتذكر الحوار اللي حدك أشارتي إليه في قيصرية فلوبوس كلمة المسيح ابن الله الحي كانت إعلان من الله الآب لبطرس والمسيح أثنى على هذا ولم يعترض على إعلان بطرس واعترافه يعني المسيح ما قالوش إلي بتقوله ده بطرس أنا طوبة أنا ما إلا ابن الإنسان لكن أكد أكد يعني طوبة لك أكد وأثنى وهنأه على هذا الاعتراف أي نعم أنا ابن الله إذن المسيح يقر ويؤكد أنه هو ابن الله وأنا أقول ابن الله أرجو من كل المشاهدين أن يستبعدوا تماما أي علاقة جسدية جنسية تزاوجية فالكتاب المقدس لم يعلم مطلقا أن الله اتخذ صاحبة وأتى بالمسيح لم يعلم مطلقا أن الرحمن اتخذ والدا أبدا لم يعلم مطلقا أن المسيح جاء إلى هذا العالم نتيجة تزاوج إلهي مع القديس العزراء مريم لكن ابن الله هي كلمة أوسع بكثير عن ذهن الإنسان هي كلمة تصف لنا المعادلة والتمثيل والإعلان معادلة تمثيل إعلان مثلا لما رح لي يحنة واحد لما يقول في البدء كان الكلمة والكلمة وهو ابن الله لأن بعد شواء بيقول ابن الوحيد الذي وفحتنا لأبه وخبر والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله كان عند الله أزلية الابن لم يأتي في مرحلة لاحقة للأب وتميزه فهنا في تميز في الأقانيم لكن كمان في معادلة في الأزلية فإبن الله معناه بالضبط المعادلة والمسيح قال باعتباره ابن الله من رآني فقد رأى الآب أنا والآب واحد المعادلة كمان الإعلان الله لم يره أحد قط لابن الوحيد الذي هو في حدن الآب هو خبر وما يقولش الذي كان في حدن الآب لكن هو في حدن الآب حتى لما جاء إلى الأرض لم يترك هذا الحد في علاقة بين الآب والابن يبقى عندي معادلة وعندي كمان إعلان عندي كمان حاجة اسمها التمثيل أو النيابة أي أن الله عندما كان يريد أن يتواصل مع البشر حتى في العهد الأديم كان المسؤول عن الظهور للبشر قبل التجسد هو أقنوم الابن فأقنوم الابن هو الذي ظهر مع الفتية الثلاثة في آتون النار أقنوم الابن هو الذي جاء وكان مع إبراهيم ومعه ملكين وسجد له إبراهيم وقال شرعت أن أكلم المولى وأنا تراب ورمات أو هو اللي شافه دانيال في دانيال الصح 7 باعتبره ابن الإنسان الذي تتعبد له كل الشعوب والأمم والألسانة فده اسمه التمثيل أو الإعلان يعني عندي تمثيل وعندي مسواة وعندي معادلة المسيح مش ابن الله لما تولد من القديسة العزراء مريم لأن أحيانا البعض يقول لك آه أنا موافق إن المسيح ابن الله لأنه ملوش أب بشري لأن المسيح ابن الله قبل أن يولد من القديسة العزراء مريم أرسل الله ابنه هو ابن الله قبل أن يرسل مولودا من المرأته الكيفية والطريقة مولود أجرى الطريقة الولادة الولادة في ملء الزمن الولادة لها بداية في ملء الزمن أما بنوة المسيح لله هي بنوة أزالية معادلة للآب والروح القدس لم يتقل عنه مثلا في أمثال تلاتين ما اسمه واسمه ابنه إن عرفت في كلام أجور ابن مطقية مسا لما الكتاب مملوء بالإشارات إلى أزالية الابن لم يقول منذ وجوده يعني لما سأل هذا السؤال آسف من صعد إلى السموات ونزل وبيتكلم عن الرب ما اسمه وما اسمه ابنه إن عرفت تمام تمام والمسيح يؤكد هذا القول أمام نقدموس وقال له ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء ابن الإنسان الذي هو في السماء وأنا متخيل نقدموس يعني يرفع وشتلفه ويبصل تحت يقول له كيف في السماء وأنت أمامي الآن لأنه في ذات الوقت اللي فيه المسيح كابن الإنسان أمام نقدموس هو بذاته على العرش لم يترك العرش ولم يترك السماء فهو ابن الله الأزلي الأبدي فلما أقول ابن الله مش لأنه تولد بدون زرع بشر فمش لأيه له أب فقولنا ابن الله لكن ابن الله يعني المعادلة والمساواة والنيابة والتمثيل بس كمان اختر لنا لقب يقول عنه في يحنى 13 وكمان في يحنى 1 يحنى 1 بيقول لنا أعتقد في عدد 18 لابن الوحيد الذي هو في عدد الأب هو أخبر يحنى 3 16 يقول هكذا حب الله العالم حتى بزل ابنه الوحيد هو ابن الله بس اختار لقب جميل اسمه ابن الله الوحيد ابن الله الوحيد الكلمة في جذورها اليونانية تعني ابن وحيد لا تكرار له يعني واحد من نوع واحد من نوع لا مثيل له يعني نحن أبناء الله بالتبني كلنا كمؤمنين أبناء الله الملائكة أبناء الله بالخلق آدم يتقل عنه ابن الله بالخلق المباشر شعب إسرائيل لما الرب قال موسى يقول لفرعون اطلق ابني البكر كل الملائكة أبناء الله بالخلق المباشر أما المسيح بنوته من نوع تاني مختلف بنوة وحيدة الجنس لا تتكرر لا تكرار لها ده معنى كلمة ابن الله الموع لله المعادل لله طيب يعني عالة بالذات في هذا الموضوع رغم أنه منشرح ولكن العديد بيعتبروا كفر لو حبينا نبسط الموضوع كيسوع المسيح ابن الله لشخص غير مسيحي كيف ممكن يعني أنت ذكرت أنه حاشة طبعا حاشة احنا منعتبر الكفر أنك تنسب لالله التناسل أو التزاوج الجسد ولكن لما نقول ابن على طول في اللغة الشرقية الشرقية يعني إذا أب وابن معناته على طول بيدخل الموضوع بيتعقد أمامه إزاي أو كيف نبسط الموضوع أشجع حبا المشاهدين اللي عايزين يعرفوا معنى كلمة ابن الله بأكثر حميمية ومحبة يقرؤ إنجيل يوحنى إنجيل يوحنى وإنجيل ابن الله اللي بيشرح لنا العلاقة بين الآب والابن علاقة المحبة ألا أن الآب يحب الابن الابن الوحيد إذا هو في حضن الآب هو خبر أجزاء كثيرة أخرى في الكتاب تتكلم عن المسيح كعبد ويخاطب الله باعتباره سيده وإلهه لما الإله إلهي لماذا تركتاني دي دائرة النسوت لكن في علاقة الأقانيم معا المسيح والابن والله أبو تتكلم عن علاقة المحبة عشان كده المسيح لما كان على الصليب مثلا حاملا الأثام والمعاصي ما قالش أبي أبي لماذا تركتاني لأن طالما آب وإبن ما فيش انفصام ولا في ترك لكن قال إلهي إلهي لماذا تركتاني لأن المسيح على الصليب كان يمثل المتهم الحامل للأثام أمام عدالة الله مش ابن أمام الآب أرجع تاني وأقول الابن والآب يبقى لازم نتكلم على أنه الله مثلث الأقانيم الله مثلث الأقانيم وهذا التعليم الوحيد الذي يليق بالله أن الله وحدنياته وحدانية جامعة تجمع في ذاتها كل ما يلزم أن يكتفي الله بذاته عن الآخرين بمعنى أنا أحتاج حضرتك دلوقتي أنك تسمعني أنا أتكلم فأحتاجك أن تسمعني أنا أحتاجك أن تحبني الله مش محتاجك حد يسمعه ليتكلم ومش محتاجك حد يحبه فيبقى محب ومحبوب الله يمارس هذه الصفات داخله فهو السميع وهو المتكلم وهو المحب وهو المحبوب لا يمكن أن يكون الله سميع ومتكلم محب ومحبوب إلا يكن هناك أقانيم ودي طبيعة الله مثلث الأقانيم الله الحي بروح وهذا هو الروح القدس الله الناطق بكلماته هذا هو الابن لكن الكتاب سماه الإبن لأنه مستود عن محبة الله الآب للإبن فأطلق عن الله المصدر لكل شيء باعتباره الآب وأطلق عن الإبن المتواصل مع الله والمعلن للبشر باعتباره الإبن فهي علاقة محبة لما هو الآب وإبن على طول علاقة محبة الله محب مارس المحبة مع ذاته مع الإبن لكما يفيد بها على الخلائق الذين يقبلون الإبن فإذا هي وحدة جامعة مش وحدة مطلقة مجردة وطبعاً وحدة الجامعة منطقياً من الأسهل أن الواحد يستسيغى أو يقبلها لأن المجردة يصبح الإله زي نوع من الدكتاتور يأمر أو يعمل ما يريد هو الله يعني يقدر أن يغفر بقول خلاص وهو على كل شيء قدير مغفورة لك خطيئك ولكن في المسيحية في توازن في الصفات الإلهية بين المحبة وبين العدالة وهذا طبعاً اللي بيخلي يعني التناغم والانسجام في موضوع الله المثالث الأقانيم وحدانية الله المثالث الأقانيم هي الوحدة يعني الوحدانية الجامعة المناعة هي أكثر تعليم عن الله يليق بالله ويعظم الله لأنه بيشرح لنا من هو الله في ذاته الله مكتفي بذاته لذاته الله مش محتاج حد يخلقه يعني الله يخلق حد علشان يقوله هكلمك فتسمعني لا لو مخلكش البشر خالص الله متكلم وسميع مع ذاته ومحب ومحبوب محب ومحبوب مع ذاته طب كيف يفعل هذا مع ذاته لم يكن الله مثلث الأقانيم والأقانيم مش معناها يعني ثلاث أليه زي ما أحبانا مشاهدين عارفين ولا حتى أقانيم منفاصلة لكن هو يعني تميز دون انفصال ودون امتزاج الآب والابن والروح القدس واحد في الجوهر وأضق كلمة أقولها عن المسيح مش إنه واحد أو مساوي للآب في الجوهر هو واحد مع الآب والروح القدس في الجوهر مش له جوهر والآب جوهر والروح القدس جوهر هو جوهر واحد لله الآب الله الابن الله الروح القدس آمين آمين وطبعا أنا عاوز في هاي الفترة يمكن نأخذ شوي تركيز أكتر على تقريبا يمكن أكتر عبارة مكررة في العهد الجديد عن شخصية المسيح هو ابن الإنسان هو قالها عن نفسه عدة مرات يعني ونفسه يسوع بيذكر كلمة ابن الإنسان فما هو مفهوم ابن الإنسان بحسب العهد الجديد لقب المسيح ابن الإنسان جاء في العهد الجديد جاء في الكتاب حوالي 84 مرة جاء في الأناجيل الأربعة حوالي 80 مرة فيعني رقم عظيم أكيد وراه تعليم لما أقول المسيح ابن الإنسان هو يتكلم عن إنسانيته وإنسانية المسيح أرجو أمام أحباء المشاهدين يركزوا في الحتة دي المسيح ليس تعديلا للنسخة الأولى من الإنسانية فالنسخة الأولى من الإنسانية كان على رأسها آدم آدم هو الإنسان الأول فكل ذرية آدم سقطت الله ما عدلش في الإنسانية دي فجاء المسيح تعديل لنسخة آدم لا المسيح اسمه الإنسان الثاني وعندما يقول إنسان الثاني مش معناه في إنسان ثالث ورابع وخامس إنسان ثاني يعني نسخة مختلفة عن النسخة الأولى والأخير آدم الأخير كما أقول للولادة الأولى والولادة الثانية الإنسانية الأولى سقطت الله عمل نوع آخر من الإنسانية على رأسه يسوع المسيح فيسوع المسيح هو الإنسان الثاني وهو آدم الأخير رأس جنس جديد لما أقول الإنسان الثاني أو الإنسانية أو ابن الإنسان هذا التعبير يتكلم عن إنسانية المسيح إنسانية المسيح الكاملة فالمسيح كان له نسوتا كاملا نفس وروح وجسد إنسان قال عنه في فليب 2.5 أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس وإذ وجد في الهيئة كإنسان لما جن بهذا النسوت نسوت لحم ودم لكن ما فيهوش خطيئة أكساد البشر من النسخة الأولى مملوئة بالخطيئة قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشتركه أيضا كذلك فيهمة لكن لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس يعني ابن الإنسان ابن الإنسان بتأخذ ذهنه على طول إلى فقر المسيح لم يقول المسيح للثعالب أو جرة ولطيور السماء أو كار أما ابن الإنسان فليس له أين يسد رأسه لما تأخذ ذهن إلى رفض الناس للمسيح وقتله ابن الإنسان قال جاء للك يخدم بل يخدم وليبذل نفسه فدياتا عن كثيرين تأخذ ذهننا حتى إلى مجد في المستقبل لما يقول حينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء أو متجلس ابن الإنسان في متى 25 على كرسي مجده ويكتمع أمامه الشعوب ويميز بينها كما يميز الراعي بين الخراف والجداء لكن اسمح لأقول حاجة بقى مع كل الإشارات عن إنسانية المسيح ليه 80 مرة في الأناجيل الأربعة في إشارات بديعة تتكلم في نفس اللفظ إنسانية المسيح ولهوت المسيح في نفس اللفظ زي إيه مثلا أروح مثلا آية أشرت إليها منذ قليل وهي أولى الإشارات اللي جات في العهد الأديم في دانيال سبعة دانيال سبعة بيتكلم عن ابن الإنسان الذي آتوا به إلى قديم الأيام وأعطيه سلطانا أن تتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة سلطانه سلطان أبدي وملكوته ما لن يزول نحن نعلم أن العبادة لله واجب العبادة هو الله ابن الإنسان تتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة هذا لا يمكن أن يكون مجرد إنسان أو ابن إنسان ابن الإنسان المعبود هو الله واجب العبادة في متى 12 يعني اللي فاهم إنه ابن الإنسان دلالي مش بس على ناسوته كإنسان على فقره على طواضع على حياته اللي مر في كل مراحل البشر عطش جاء تقلم إلى آخره ولكن يا دلالي على لهوته طبعا يعني حتى دا يرد على اللي بيقول أرنا أين قال المسيح أني أنا الله فاعبدونه وهو بيقول أنا ابن الإنسان كان يدلل على لهوته أنا أشرت إلى متى 12 متى 12 بيقول لهم ابن الإنسان هو رب السبت رب السبت من هو رب السبت؟ ارجع لخروج 34 سبوتي تحفظون الرب يهوى يقول سبوتي تحفظون والمسيح في متى 12 يقول ابن الإنسان هو رب السبت إذن المسيح هو يهوى رب السبت هو الله رب السبت دي لهوته في متى 13 في مثل الحنطة والزوان يرسل ابن الإنسان ملائكة هو ابن الإنسان لديه ملائكة الملائكة ملائكة ابن الإنسان حط جنبها مزمور 103 باركوا الرب يا ملائكته المقتدرين قوة الفاعلين أمره عند سماع صوت كلامي وحط الآيتين جنبهم بعض مزمور 103 ومتى 13 الملائكة ملائكة الرب في مزمور 103 وملائكة المسيح ابن الإنسان في إنجل المتى فالمسيح هو الله رح كمان بعد كده لما المسيح يقول في رؤية 22 أنا يسوع أرسلت ملاكي الملائكة بتعمين الملائكة ملائكة الله فالمسيح يرسل ملائكته لأن المسيح هو رب الملائكة في متى 9 لما المسيح قبل ما يشفي المفلوك قال له مغفورة لك خطيات فاليهود اللي وقفين جوه أنفسهم الفرسيين قالوا قد جدف من يقدر أن يغفر الخطايا إلا الله هم الحقيقة قالوا الكلام ده مزبوط لا يقدر أن يغفر الخطايا إلا الله كلام مزبوط لكن قد جدف لا أعيب عليكم ما جدفش ليه لأنه هو الله كيف من له الحق أن يغفر الخطايا هو الله لأن الخطيئة جرم يرتكب ضد الله في اعتراف داود في مزمور 51 إليك وحدك أخطأ إذا كان المسيح يقول للمفلوك مغفورة لك خطياتك فالمسيح يبرهن أنني أنا الله من ارتكبت الخطيئة ضدي وأنا ليلحق أن أغفر لك وبرهن على أولوهيته بإقامة هذا المفلوك فكلمة ابن الإنسان جاءت كثيرا جدا تتكلم عن لهوت المسيح كما أشرت منذ قليل لنقد موس ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء ابن الإنسان الذي مش اللي هو قدامك يا نقل دموس ابن الإنسان الذي هو من الذي هو في السماء ابن الإنسان إلا المسيح الله رب العرش العظيم الجالس على العرش فكل الإشارات عن ابن الإنسان تقول لنا أن المسيح ليس مجرد ابن الإنسان لكنه هو الله ذاته أنا شايف فيه معنى مكالمة وممكن أخذ المكالمة وبعدين نكمل حديثنا أهلا وسهلا أخت رشا أنت معانا على الهوى أهلا بك يا أخي نزار وأهلا بكل المشاهدين وأخي عياد ربنا يبرككم في شرح كلمة ابن الله ابن الله أو فكرة الأمن هي فكرة صعبة جدا بالنسبة للمسلمين أو العابرين وطبعا أنا أتكلم بالنياب عنهم لأن صعب قوي أن المسلم يفهم أن المسيح هو ابن الله وفي نفس الوقت الله فالنقطة دي مهمة جدا أننا نوضحها للناس بعد إذنك وأنا عندي بس آية واحدة عايزة أساركها معيكم هي موجودة من أعمال الرسل والآية دي مهمة جدا لأن هنا بيقول أعمال الرسل صاحب 20 احترزوا إذن لأنفسكم وجميع الرعاية التي أقامكم الروح القدس فيها أسقفة لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه وهنا واضح جدا جدا أن اللي اقتنى الكنيسة بدمه هو المسيح لكن هنا بيقول كنيسة الله مش كنيسة المسيح بيقول كنيسة الله التي اقتناها بدمه تب يثبت أن المسيح والله طبعا لكن أنا أحب أن أسمع أكتر منكم توضيح علشان طبعا إخواتي العابرين والمسلمين بيبقى صعبة عليهم الحتة تهيت شوي فربنا يبارككم ربنا يباركك أخت رشا وربنا يبارك خدمتك وشكرا كثير على المداخلة ربنا يحميك وربنا يباركك طبعا يعني علقت على الآية التي تكلم فيها الرسول بولوس لقصوص أفسوس في ميليتوس واحدة من التحذرات أنه رح يكون في ذئاب خاطفة وعم بيحذرهم وعم بيقول أنه يرعوا كنيسة الله اللي اقتناها اللي اشتراها بدمه وأنه عادة الغير مسيحي بيستصعب أو لا يستسيغ فكرة ابن مثل ما طبعا ابتدنا كيف فينا نربط الموضوع في بعضه يعني برضو نرجع تاني ونقول كلمة ابن الله على طول بتكلمني عن لما قول ابن وآب يعني علاقة المحبة احنا لازم نكون بين في ذهننا قصة التعينات والأقانيم التلاتة فأنا هو بتكلم عن الابن باعتباره أقنوم هو مستودع محبة من الآب للابن لكن لما تكلم عن جوهر الابن وطبيعة الابن هو ليس أقل من الآب لكن هو الله ذاته المعلن للآب لما يجي على الأرض يقول من رأاني فقد رأى الآب عايز يقول أنا هو الآب واحد ليس أقل من الله فلما أقول ابن الله عايز يتكلم عن المحبة عايز يتكلم عن التعيين لكن لما أقول هو ذاته الله أتكلم عن الطبيعة الإلهية في شخص المسيح أن اللي يشوف المسيح واللي عارف المسيح واللي رأى المسيح يتقابل مع الله سر أن يحل فيه كل الملء أو كل ملء اللهوت جسديا المسيح هو ابن الله طبعا المسيح هو الله طبعا الشهادات كثيرة في الكتاب تقول أنه هو ابن الله باعترفه هو لابن الوحيد وشهادات تقول أنه هو ذاته الله يعني مشهد بسيط على لسانه وليس على لسان بوليس طبعا أنا كلام بوليس في أعمال أشهرين ده إعلان إلهي لكن مثلا العشر البورس اللي شافاهه من المسيح تسعة مضوا واحد بس اللي رجع مجرد تعليق المسيح يقول ما أقول لم يرجع إلا هذا الغريب لكي يعطي المجد لله هو عمله هو اللي رجع ده عمله سجد له يعني سجود اللي رجع أمام المسيح سماه المسيح يعطي المجد لله وأنا لو إنسان واقف أقوله بس ده مش بيعطي المجد لله ده بيعطي المجد لك أنت يقول ما أنا إيه أنا الله يعني المسيح اعتبر السجود هذا الراجع أمامه اعطاه مجد لله لماذا لأن المسيح يعلن أنه هو الله ونأخذ بالنا أنه المسيح بيتكلم في عقلية يهودية في القرن الأول يعني اليهود كان عندهم تزم كبير في هذا الموضوع وكانوا حرسين وخايفين مش عاوزين يذهبوا للسبب مرة تانية بسبب طبعا الشرك بالله فتخيل يسوع يتكلم ولم يعترض السجود لأي شخص يعني كمان حضرتك أشرت إلى حاجة نور قدامنا أنه يتكلم عقلية يهودية هل كان اليهود يؤمنون أن المسيح الذي سيأتي هو ابن الله؟ آه كانوا عارفين كده ما اسمه واسمه ابنه إن عرفت في أمثال 30 عندهم عارفين أن المسيح هو ابن الله ولما المسيح قال قدامهم مرة أنه أبي الذي أعطانه أعظم من الكل أنا والآب واحد وأبي يعمل حتى الآن وأنا عملت نواله حجارة اللي يرجموه قال لهم لأي سبب تريدون أن ترجمون قالوا له مش عشان أعمال أنت عملتها لكن لأجل تجديف فأنت إنسان تجعل نفسك إلها معادلة نفسك بالله فهم عارفين كلمة أبي وأنا ابن الله يعني المعادلة فيعني اللي فاهم دلوقت عكس كده هو لم يرقى إلى مستوى الفكر اليهودي وقت المسيح كانوا عارفين أن المسيح هو ابن الله كان رد المسيح علين لأني قلت أني ابن الله فالفكرة فالوحدة يعني والتميز واضح جدا من خلال هذه الآيات يعني اليهود يعلمون أن المسيح وهي ابن الله بس عثرت اليهود بيقولوا مش يسوع هو المسيح فلم يقبلوا يسوع باعتبروا المسيح لكن عندهم تعليم وإيمان أن المسيح الذي سيأتي هو ابن الله فقصة ابن الله ما عندهش مشكلة عند اليهود مطلقا لأنه بحسب كمان إشعياء إصحاح تسعة والآية ستة لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابن يعني فإذا مفهوم فكرة الابن هو عطية من السماء للجنس البشري تمام وعندما قال عنه يولد لنا ولد ونعطى ابن جميلة جدا الكتاب ما يقولش يولد لنا ابن هو ابن الله قبل أن يولد لكن يولد تمام 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 الذي يأتي من فوق هو فوق الجميع تمام تمام فإذا يعني حكينا عن نرجع نلخص عن يسوع ابن من هو قلنا أنه هو ابن داود ابن إبراهيم وبسرعة حكينا أنه هو ابن النجار ابن يوسف ابن مريم وابن الله ابن العلي يدعى ولكن ابن الإنسان فطبعا كون هذه الألقاب المتعددة وطبعا في أسماء يدعى اسمه كلمة الله اسمه عمان وقيل البداية والنهاية البداية والنهاية يعني في أسماء كثير مش بس بترتكز ولكن على أساس سؤال يسوع يعني ابن من فقيل إزاي يعني كيف ممكن نحط كل الموضوع بترابط بين الألقاب سواء يعني ابن داود ابن إبراهيم ابن الإنسان ابن الله ونحطها في صيغة اللي احنا محتاجين نفهمها يعني أولا أنا عايزة استبعد الألقاب التي أطلقوها الحاقدين على المسيح ابن النجار ابن مريم هذا كلام رأيهم فيه الإعلان الإلهي عن المسيح أحطه بالتدريج قدام حبان مشاهدين هو ابن داود هو ابن إبراهيم هو ابن الإنسان هو ابن الله ابن داود أذكر المشاهدين في علاقته بالأمة اليهودية وعرش داود أبي في دايرة أوسع هو ابن إبراهيم في علاقته بكل الأمم في دايرة أوسع تاني هو ابن الإنسان في علاقته بالخليقة العاقلة وغير العاقلة في زمن مجده وده نعرفه من خلال عبرانين واحد ومزمور تمانية من هو الإنسان حتى تذكره وابن الإنسان حتى تفتقده صلطته على كل أعمال يديك مجد المسيح في المستقبل ليس على الشعوب فقط كابن إبراهيم ولا على بيت إسرائيل فقط بيت يعقوب فقط كابن داود لكن سلطانه على الخليقة العقلة وغير العقلة المنظورة وغير المنظورة ده اسمه ابن الإنسان في دائرة أوسع هي ابن الله علاقة المسيح بالآب والروح القدس مركز المسيح في اللاهوت اسمه ابن الله يبقى بالتدريج من دائرة ديئة إلى أوسع إلى أوسع ابن داود في علاقته ببيت داود ابن إبراهيم في علاقته بالأمم ابن الإنسان في علاقته بكل الخلائق العقلة وغير العقلة في أزمينة رد كل شيء ابن الله في علاقته باللهوت في دائرة اللهوت بالآب والروح القدس وإذا ممكن بعد إذنك أن أضيف أن موضوع ابن الله هذا الموضوع متعلق بالخلاص ينبغي أن نؤمن أن يسوع هو ابن الله طبعا في آيات كثير في العهد الجديد يتعلق في الخلاص إيمان بيسوع المسيح إذا سألت لأقول أن في سؤالين مصيريين الإجابة عليهم هي الإجابة التي تؤدي إلى الحياة الإجابة الخطأ تؤدي إلى الهلاك السؤال الأول من هو المسيح السؤال الثاني ماذا فعل المسيح السؤال الأول من هو المسيح إذا أجبتني أنه نبي الله ورسوله فقط أو أنه معلم عظيم فقط ولم تؤمن أنه هو الله الظاهر في الجسد أو كما قال الكتاب عنه ابن الله فإيمانك ناقص الإجابة السليمة على السؤال الأول من هو المسيح أقولها زماء البطرس أنت هو المسيح ابن الله الحي السؤال الثاني ماذا فعل المسيح إذا أجبتني أنه صانع معجزات وأضفت كثير من المعجزات من عندك وأنكرت أنه صانع بنفسه تطهيرا لخطيانا أي مات على الصليب يبقى كمان إجابتك ناقصة فالإجابتين النموذجيتين على السؤالين السؤال الأول من هو المسيح هو الله الظاهر في الجسد أو ابن الله ماذا فعل المسيح صانع بنفسه تطهيرا لخطيانا غير هتين الإجابتين أي إيمان آخر في احترام لشخص المسيح أو في تقدير هو إيمان ناقص لا يعطي حياة أبنية بعد إذنك أقرأ من إنجيل يحنى إصحاح 20 من آية 28 أجاب تومى وقال له ربي وإلهي قال له يسوع لأنك رأيتني يا تومى آمنت توب للذين آمنوا ولم يروا وآيات أخر كثيرة صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا الكتاب وأما هذه فقط كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله ولكي تكون لكم إذا آمنتم حياة باسمه طبعا هذا أكيد ملخص بشارة يحنى إنجيل الإيمان والإيمان بيسوع المسيح ابن الله عندما ذهب فيليبوس وتكلم مع خصي الحبشة وطلب أنه يعتمد قال له إن كنت تؤمن أن يسوع ابن الله يجوز فإذن الإيمان بالمسيح ابن الله تفضل شاركنا بالأفكار الأخيرة يعني عايز أقول خلاصة الكلام بتاعنا النهاردة أن المسيح هو ابن الإنسان نعم بنسبة 100% وهو جاء كابن الإنسان بجسده ليذهب إلى الصليب ويصنع بنفسه تطهيرا لخطيان لكن هو ليس مجرد ابن الإنسان هو ابن الله وابن الله المعنى البسيط الذي احنا شرحناه هو الوحيد المعلن لله والمعادل لله والنائب والممثل ما تحمل لنا هذه الكلمات من معنى إيماني تتوقف أو حياتي تتوقف على الاعتراف أن المسيح هو ابن الله يعني أنا أكث أمامه باعتباره ابن الله أقبله ربا ومخلصا باعتباره ابن الله إيماني به باعتباره ابن الله زي ما قاله أتوم ربي وإلهي هو الوسيلة الوحيدة التي تعطيني حياة أبدي ربما البعض يعجب بشخص المسيح المعلم المصلح ويعتبر أنه أشرف خلق الله لكن ينكر عنه الألوهية إيمانه نائص ربما واحد يقر أن المسيح أعظم من عمل معجزات على وجه الأرض وينفي أنه مات وصلب وقام إيمانه نائص فالإيمان الوحيد السليم في شخص المسيح أنه الله الظار في الجسد هو ابن الله وهو الذي مات على الصليب وقام بقوة حياة لا تزول وليس بأحد غيره الخلاص أخي ياد طبعا أنت اقتبست آية عن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كاثرين في آية تانية كمان بحبها كتير لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك طالما ركزنا على المسيح ابن الإنسان وإذا ممكن ولو برسالة قصيرة يعني الناس اللي عم تسمعنا بقول لك أوك أنا سمعت كل هذه الألقاب الجميلة كيف أخلص تمام حقيقة شرط إلى هذه الآية الجميلة ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص مرة تاني جاءت لكي يخلص لكن لما يقول يطلب ويخلص يعني هو بمد إيده وعليك يا من ترى يده ممدودة وتسمع صوته أن أنت تقبل العطية من يده فتخلص يعني الآن ونحن نتكلم عن المسيح كابن الإنسان كل البشر من يسمعون المسيح مد إيدي لهم القرار في إيديهم أن كل واحد يفتح قلبه ويمد إيده ويقبل الخلاص من يد المسيح فيقبل المسيح ربا ومخلصا لا خلاص إلا بقبول اليد الممدودة من المسيح بالخلاص آمين 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 شكرا جزيلا أخ عياد ربني بارك ويبارك خدمتك طبعا وعد الرب يسوع المسيح الحق الحق أقول لكم إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة والرب يسوع وعد من يقبل إلي لا أخرجه خارجا مكتوب أيضا وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصير أولاد الله أي المؤمنون باسمه بكمل بقول الذين ولدوا من الله كل من يؤمن أن يسوع ابن الله فقد ولد ثانية أحبائي هذا موضوع في غاية الأهمية الموضوع هو ليس فقط أن حديثنا عن تميز المسيح بشكل عابر ولكن نحن نتكلم عن جلال عن مجد وعن أمر يعتبر من أهم الأمر في حياة الإنسان هو خلاصك وأبديتك إيمانك بالرب يسوع اليوم بيحتم أبديتك ومصيرك الأبدي فاسمعنا الشرح يعني بشكل مباشر مبسط جميل حتى لا يكون أي عذر أمام أي شخص فهي دعوة لأن تقبل المسيح ألا تفكر معي كم كلفت يسوع المسيح أن يتخذ جسد في ملء الزمان أن يتواضع وأن يذهب إلى الصليب من أجلك ومن أجله ويقدم خلاص كامل لكنه هزم الموت وقام من الأموات وهو حي وهو يدعو كل من يقبل إليه يمكن أنت في البداية مش فاهم هذا الأمر ولكن إذا أنت بتتواضع أمام الله الرب بيفتح ذهنك بيفتح عينك وبيفتح قلبك عندها تستطيع أن تقول كنت أعمى والآن أبصر كنت ضالا فوجدت من الرب ربني باركك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر